موسيقى الوضعية دي القطاع الحمامات بدينة داربيضاء من بعد عشرة الأشهر ديال الإغلاق وضعية كاريتية مزرية يعجز اللسان عن التعبير عليها لأن رب الحمام وصل إلى أدنى درجات الفقرة والعجز المالي لأن رب الحمام استثمر في الحمام تغلق له بقرار حكومي أصبح فقير لا يضمن نقوط يومه والمفارقة والمعادلة اللي صعيبة هنا هو أنه أصبح عاجز ماديا ومطالب أداء الضرائب وأداء المستحقات المادية تجاه الإدارات اللي كتطالبوا بوحد المبالغ منها الضرائب أفاق أرباب الحمامات على أنهم أزموا وضعيتهم المادية بهذه القرود اللي كنقولوا اللي غنصنفوها أنها قرود صغرى أنهم خادوا قرود في المنظومة ديال أكسيجين وديال غولونس منطلاق وهذا وكانوا مطالبين بتسديد ديون بأكملها في شهر 12 الماضي على أساس أنهم يستنفوا العمل في شهر 9 شهر 10 شهر في شهر تنبيل له في هذا إذا به استمر الإغلاق وطلبوا بأداء ما عليهم من ديون مئة في المئة الإغلاق لا يوجد مداخل ولو أنه كانوا خدموا هذيك واحد شهرين اللي سمحوا اليوم باش يخدموا رب الحمام مطالب بواحد راتيما كان قولوها بألف درهم باش يسخل الحمام دياله في اليوم وهذيك ألف درهم ما كيدماش بأنه غيدخلها ما كيحلمش الغيب ما كيحلمش الغيب بأنه غي سخل الحمام غي يجيون مواطنين يستحموا ما كيحلمش الغيب هذه الشغيلة وضعيتها لا تختلف كثيرا على وضعية رب الحمام رب الحمام يعيش وضعية مزرية ويعاني الأمرين أمام طبقة الشغيلة التي تطالبه اجتماعيا يناشدون فيه الإنسان ماشي رب الحمام حكي رب الحمام بقى في ذلك التزامات المادية مع الناس اللي كي يشتغلوا ولو من باب الإنسانية أنا مني كيجي عنده سيد كان كيتعاون كان الحمام دياله هو موريد يعيش لهذا السيد ما غيتخلاش عليه في هذه الظروف الراهينة ولو أنا أمو الحمام تخلات عليه الحكومة وتخلات عليه المجتمع ما تخلاش وشي غيلة والناس اللي كيتعدوا بالآلاف أصبحوا يعيشون تحت السفر وراء خير ودليل على ذلك كان هاد الفيضانات اللي كانت دابان ناس أمشوا ليهم منازل ديالهم بالإضافة للشغل ديالهم ما عرفتش أنا هاد الوضعية كيفاش غنصنفوها واحد سيد مواطن مغربي ما لقيش شغل ما لقيش مياكل ما لقيش تطبيب ما كيش اللي إعطيه قوتو اليومي باش غنصنفوها هاد الوضعية هاد الوضعية رها كارتية باننا احنا في دابا في 2021 والإنسان كان نحيدو ليه موريد لي كي يصرزق فيه الله وما كان ضمنوش ليه أبسط حقوق العيش الكاريب قطاع الحمامات ما عيش حقرة عيش تجاهل تجاهل من طرف المسؤولين احنا رب الحمام كنعرفوه بأن رب حمام عرف الفكتورة ديال الموضو في الوراق ديال الضاريبة ما فين كنعرفوه رب حمام أما الإكراهات اللي كيعيش رب الحمام كواحد مواطن مغربي صالح جاستتمر في واحد القطاع تضامني الجماعي ما عرفنا قيمة الحمام إلا في هذه الأيامات ديال كورونا بأن المواطنين أصبحوا يسافرون إلى مدن خرى للاستحمام في حين أن كانت تذكرة ديال الاستحمام هنا عشر درهم دابولا الاستحمام كي فوق تلتمية درهم الناس اللي عندهم سيارات كيديروا المحروقات الناس اللي ما عندهم سيارات كي يسافروا وبين قوسين هذه القضية ديال السفار و ديال المنع التنقول و التجوال وهذه تيالي فيها كلام أن ما تخرج من الدار البيضاء إلا لأسباب قاهرة الناس ديال بولا كي يخرجوا باش يستحموا إذا الاستحمام الأسباب من الظروف القاهرة اللي مرتاسقة معانا كمواطنين حارقين باش نعمو واللي قدع الحريك دابا نشوف الناس اللي ما قدعوش يحرقو كان الاحياء الهجة اللي كي ياخد كي يديرو ندوي بهذا المصطلح باش نبسطو الأسلوب باش يفهمو الناس اللي كي يدير النوبة لقاداء حوائجه الإنسانية اللي بزوانات يغال دابا حكمي ممكنش دار فيها ثلاثة البيوت والأربعة كي ياخد النوبة لقاداء حوائجه الإنسانية اللي بزوانات يغال كيفاش هاداك سيد اللي كان مرخص اللي بخمسة دقيق في الطوالات ولا في المرحاد غيعطيهن الساعة الاستحمام ما كاش حمام في دورو في البرد هاداك غيدخل اللي نفريد نقوله بأن السكان غيتفاهمو معاه وهادي وباش يغتاسل غيعطيهن الساعة باش غي سخلمه وباش بني غي يستهلك واحد ثلاثة سطولة وراء اربعة فداروه غيكون مطالب بالمليدهك بالآداء هاداك فات تسعيره ديال الساحمام اللي كان تقدر بطناشر درهم هنا فين غن ندخله في الشق ديال الاقتصاد تضامني الاجتماعي انا لا التسعيره ولا الخدمة اللي كي يوفر الحمام المواطين ما كتغطيهاش هاداك تناشر درهم ديال التسعيره ناهيك لا على على الدرر اللي غاد يلحق بالمواطنين دابا هو بغاير يغتسل باش يؤدي الفرائي ديالو باش يصلي ولا باش هذا فباذا بيغنزيدوه بانوو غاد يخصو يمشي عن الطبيب ويشري الدواء ولا هادا اننا داباحنا المواطن ديالنا عدنا ارخاص علينا باش مررخصوش الاربعة بحماس يخدمو باش يغسلو لنا المواطنين ديالنا ولكن لما تبا اختناقا بشوفاج ولا بهدوك لشوفودقاز اه يمكن هون عند المسؤولين انه المواطنين يموت ويستحم المواطنين كانت كتفكوا عشرة دراهم يقدر كيد من باروحوا دابا عشرة دراهم تحيدات ليه يشوفو عنده فالدار ماش في حالة ميكانيكية ولا في حالة لا تسمحوا له بهذا ولو ثلاثة ميتين